أبناؤناك سفينة وشراعها يحتاج كي تمضي لدافع رياحي أنت الرياح تعين ابنك دائما كي ما يفوز بنيل كل متاحي علمه كيف الانطلاق وكل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سليما كثيرا حياكم الله أيها الإخوة والأخوات مع حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي المباشر أسس التربية ومن قناتكم قناة زاد العلمية ما زالت قضية الوسالة التواصل الاجتماعي والأجزة الذكية مقلقة للجميع لقاؤنا هذه الليلة أثر الأجزة الذكية على الأطفال هم يستحقون مننا هذه العناية كما يستحق مننا المربين للأطفال من الأباء والأموات وغيره هذا الاهتمام وهذا العناية مع ضيف الحلقة أستاذ يوسف بن عامر الدهمشي مدرب أسري ومرشد تربوي مرحبا بك أستاذ يوسف حياك الله يا دكتور خالد يا مرحبا نجدد بك اللقاء وسعادة بك والله يا أخي الله يحقظك وأنا أسعد بالله يا مرحبا وأنتم هالاختصاص في الجانب التقني وستل الله نبارك فيكم وينفع بكم اللهم أمين لماذا أشغلتنا بهذا العنوان حبيبك الله ستفضل بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من وله سيدنا ونبينا وقدوتنا وحبيبنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وآله وأصحابه وزواجه وآل بيته اللهم صلح ومن تبعهم بإحسان اليوم الدين أما بعد في البداية أتقدم بالشكر لك دكتور خالد أتقدم بالشكر لإدارة برنامج أسس التربية أيضا لإدارة قناة زاد على هذه الاستضافة التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون استضافة مثرية وتقدم جرعة تربوية للأبا والأمها يا رب محنة أيضاً كذلك في فرصة طيبة وسعيدة بالنسبة للموضوع طبعاً مو أنا اللي أشغلت الناس الناس من شغلين ولا جهزة أشغلتهم ولا جهزة أشغلتهم وعيالهم أشغلوهم لا شك فكان هذا الموضوع موضوع مهم جداً نحن دائماً في قضايا التربية نقول أنه الأبا والأمهات أو الوالدين أو المربين بشكل عام سواء المعلمين أو غيرهم عندهم خيارين في أي قضية تربوية الخيار الأول هو خيار مجابهة هذه المشكلة المقاومة اللي هو أن نحن نجاب هذه المشكلة نجاب هذه الخطورة اللي قاعد نواجهها والخيار الثاني هو الهروب والدعاء عدم وجود مشكلة من الأساس الاستسلام ولذلك نقول أنه توجد مشكلة الآن حديثة ما تسمى بالأجزة الذكية قبل ما نبدأ اللقاء ما أحب أنه أنا أتكلم بصفة سلبية دائماً عن الأجزة الذكية طبعاً نتكلم أن الأجزة الذكية لها فوائد عديدة جداً ومهمة جداً لكن ضعف الرقابة والوصاية التربوية والمراقبة التربوية جعلت من هذه الأجهزة حولتها من أجهزة في الأساس وضعت للفائدة إلى أجهزة أصبحت فيها مشكلة أنا قد أختلف معك أنها قد وضعت للأساس فيها فائدة لقد يكون هذا موجود وذاك موجود قصدي حتى في الأساس لكن تعني أقول لك فعلاً يعني لدينا إشكالية فيما يرتبط بقضية ماذا؟ فيما يرتبط بقضية إما أننا نقول بأننا سندفع هذه القضية تماماً أو نقول لا نستطيع أن نفعل شيئاً صحيح لذلك هنا سؤال كبير هل في عدنا في هذه الأجهزة الذكية خطورة يوسف؟ طبعاً نحن الآن نتكلم أن الموضوع الأجهزة الذكية موضوع طويل جداً يعني نتكلم عن الفوائد والإيجابيات والسهدية وهذه ستأتي إن شاء الله والحلوب نجي عليه نعرج عليه لكننا الآن أشبه ما يكون بحلقة تنبيهية وتحذيرية حول بعض النقاط المهملة يعني معلش عفواً الآن لما تجينا الدراسات وتؤكد هذه الدراسات هو أرقام عالية فيما يتعلق بالجوانب السلبية صحيح أنا أظن أن من الشفافية بالنسبة لنا كأفراد وكأسر وكمشتد ولا ما أخذها يعني قطعتك لكن مهمة جداً حقيقة حتى نفق هذه القضية التي أشرت إليها قبل قليل والتي هي مهمة جداً وهو ما يتعلق بقضية إذا كان الواقع هو فارض الجانب السلبي وأنا سأأتي بالدراسات التي تؤكد هذا الجانب السلبي ليس معنا هذا أن النظرة المتحدة نظريش نظرة سودوية الحقيقة أنا طلعت على كثير من الدراسات كلها بالاتفاق بالأرقام متجهة فيما يتعلق في المضامين في الاتجاهة السلبي أو حتى في ما يرتبط بالأوقات وما يرتبط بالإنشغال بها باتجاه كذلك سلبي صحيح لا من النحية النفسية ولا من النحية الصحية ولا ولا إلى آخر هذا لما يأتي ليس معنا ليس هناك من جانب إيش إيجابي صحيح ولذلك نسمح لي دكتور خالد وسمحوا لي أخو المشاهدين أنا راح أطرح بعض الأرقام المهمة وصائيات ودراسات محكمة ومؤكدة بس خلنا قبل نقول علشان نمسك العصمة الوسط نقول أنه لما قولنا فيها جوانب إيجابية وجوانب سلبية أحيانا حتى الأشياء الإيجابية قد نحول إلى السلبية ولذلك سمي مسجد الضرار مع أنه الأصل في المسجد أن يكون موطن إيجابية وموطن صلاح وموطن ولكن لما حولت أهدافه إلى أهداف غير سامية سميه بمسجد الضرار قصدك أن تكون في وسيلة هذه الوسيلة لما تستثمر بالجانب الإيجابي فتكون القضية رائعة لكن ممكن تستثمر بالجانب السلبي فتكون عنده إذن جميل لذلك نقول أن دراسات تؤكد أن ثلث الأطفال في العالم يضغطون على الجهاز الذكي قبل المشي والكلام وهذه دراسة خطيرة جدا يضغطون يستخدمون الجهاز قبل المشي والكلام يعني في مراحل مبكرة جدا يعني ما دون السبع أشهر ما دون الخمس أشهر أيضا ثلث الأطفال ثلث الأطفال هذه الدراسات طبعا دراسات أيضا اثنين من ثلاث أطفال يلمسون الهواتف وهم رضع يعني في السنتين الأولى طفلين من ثلاث أطفال يلمسون الجهاز الذكي طبعا لماذا نقول سنتين بيأتي معنا بعد شوي في متى أعطي طفلي الجهاز الذكي وأتمنى من الآن نركز على موضوع سنتين رح يتكرر معنا موضوع سنتين عفر الأولى وش الأولى مرة ثانية؟ الأول أن ثلث الأطفال في العالم يلمسون أو يضغطون أو يستخدمون الجهاز قبل المشي والكلام أيضاً عندنا دراسة تقول أن أربعة من خمس أطفال لديهم هاتف ذكي إما آيباد أو جوال يملكون هاتف ذكي أربعة من خمس أطفال يا لطيف أيضاً عندنا واحد أو طفل يعني هذه دراسات عالمية نعم واحد من خمس أطفال يستخدم الهاتف الذكي أكثر من ثلاث ساعات طفل من كل خمس أطفال يستخدم الهاتف الذكي أكثر من ثلاث ساعات أيضاً عندنا وهذه دراسة أيضاً إحدى الدراسات الخطيرة خمسين بالمئة من الأطفال منهم في عمر سبع شهور يتعرضون للأجهزة الذكية الدراسة خمسين بالمئة الدراسة الأخيرة في 2018 من منظمة الصحة العالمية طيب وهي من أخطر الدراسات وأتمنى الجميع أن يتبعها وهي تقول هذه الدراسة أنه صنف إدمان ألعاب الفيديو كمرض عقلي في منظمة الصحة العالمية في 2018 صنفت ألعاب الفيديو والإدمان عليها بأنها مرض عقلي وضعوا لها من جمعة معايير حول تقريباً سبعة أو ثمانية نعم ولذلك نختم في موضوع الحصائيات ظهر ما يسمى حديثاً بالصحة الرقمية أو ما يسمى بالصحة النفسية الرقمية نظراً لأن الأجهزة الذكية من سلبياتها أنها تؤثر على الصحة النفسية للأطفال سألاً أنت كانك بهذا يعني تؤكد أن هناك ما خاطر بلا شئ ولذلك هذه الأرقام ضخمة جداً أتسمح لي في أحد السؤالات التفاعلية تسمح لي أستاذي يوسف كان كم عدد الساعات التي يقضيها طفلك مع الجهاز الذكي في اليوم كان عدد الأصوات مائة واثنين واثمانين صوتاً من واحد إلى ثلاث ساعات ثمانية وخمسين بالمئة من أربع إلى ست ساعات واحد وعشرين بالمئة من سبع إلى عشر ساعات تسعة بالمئة أكثر من عشر ساعات أثنى عشر بالمئة وهذا يؤكد الدراسة التي تكلمنا عنها قبل شوي نعم أنه من طفل من كل خمس أطفال يعني خمسين بالمئة من الأطفال يستخدم الهاتف أكثر من ثلاث ساعات هذا يؤكد هذا الكلام صحيح صحيح لأنه من الثمانية وخمسين بالمئة أعتقد صح أو لا الرقم كم من واحد إلى ثلاث ساعات ثمانية وخمسين بالمئة ثمانية وخمسين هنا الدراسة العالمية تقول أنه خمسين بالمئة تقريباً يستخدم هذا يعني هذه الهاتف أكثر من ثلاث ساعات أي نعم وهذه قضية حقيقة حتى حتى أكثر من 10 ساعات 12 بالمئة يا لطيف يا لطيف عليتي حال مع أنه أحياناً هم أيضاً لابد أن يدرك أنه بعض الحيان أو عالمياً لما يقال الطفل عندهم من السن الثمنتاشر وحنا قد نستخدم قضية الطفل إلى سن نهاية المرحلة ابتدائية فأيضاً يحتاج الانتباه لمثل هذا المعطا أيضاً نقطة مهمة لما نتكلم عن الدراسات أو حتى نتكلم عن السؤال التفاعلي يلتبس عند بعض الآباء والأمهات موضوع لما نقول لعشر ساعات يقول مستحين الطفل يستخدم عشر ساعات إلا أن نتكلم عن الساعات حتى أن كانت متفرقة يعني ممكن الآن ساعتين قبل النوم ساعتين في العاصر ساعتين إذا نقول إجمالي الساعات المستخدمة بعض الناس يعتقد أنه في الجلسة الوحدة عشر ساعات أو في الجلسة الوحدة ساعتين ولذلك لما يجونا في الاستشارات ونسأل هذا السؤال يقول لا مستحين أن الطفل يقعد أكثر من ثلاث ساعات هو يقصد في الجلسة الواحدة والدراسات كلها تؤكد أنه مجموع في الـ 24 ساعات وهذا الأمر حقيقة متوقع هذا الأمر متوقع أنه أنه ممكن يكون الإنسان هذا التوزع يحصل مع أننا نذكر أحد طلابنا وإن كان هذا ليس عادي في ظني يدخل جزماً في مرحلة الطفولة ثلاث ساعات متواصلة أيما كانت عبارة عن محلات خاصة بالبنتو إلى آخره حتى حدثني ثلاثة يعني أتكلم عن كم ثلاث ساعات ثلاث سبعين ساعة مدري كم متواصلة 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 حتى سألته قلت ماذا شأن الصلاقة لا تسأل غفر الله لنا ولا فكان هذا سبباً في أنه فصل من الكلية فصل من الكلية فقضية أنه أنه هذا يشد طبيعي جداً إذا كان مرحلة الطفولة سيكون الطفل أدعى إلى قضية الاستمتاع أكثر الطفل ترى يمكن أن يكون أكثر من الكبير في قضية النظر يمنة ويسر وفوق وتحت ويمضي وقته الكثير وقد يصل القضية إلى ثلاث ساعات إلى عشر ساعات جينا في سؤال لماذا يتعلق الأطفال بالهواتف الذكية بعد شوي جميل طيب هل في شيء حول قضية التأكيد السؤال المرتبط بالخطورة أو ليك في هذا؟ لا أعتقد أنه إحنا جبنا أشهر الدراسات ودراسات كثيرة جداً جميل هنا سيأتي يا شيخ سؤال كبير يا شيخ تأذل إن الله يحفظك فضل يعني كان في أسأل أربعة أسألة تفاعلية صحيح ونريد أن ننتقل لفقرة المحور الثاني من خلال هذا السؤال التفاعلي في أي سنة من سنوات العمر سمحت لطفلك امتلاك الجهاز الذكي كان المشاركون عددهم مائتين وستة وخمسين صوتاً طيب عندنا من السن الثانية إلى الرابعة مع أنه حقيقة ممكن نكون على بعض التراصات قبل اثناني حتى صحيح من سن الخمسة إلى الثامنة من سن التاسع إلى العاشرة من سن بعد العاشرة الأولى إلى الرابعة من ثنين إلى الرابعة 11% من خمسة إلى الثمانية 10.5% ستة إلى عشرة 11% بعد العاشرة 67.5% ماذا تقول فيه متى يعطى الطفل جهازاً ذكياً؟ طيب هذا السؤال نعتقد أنه هو السؤال الجوهري في الحلقة اليوم أكثر الأباء والأمهات يتصلون في الاستشارات أو حتى في البرامج يستفسرون متى أعطي طفلي وجهاز الذكي أول حاجة خلونا نكون واقعيين ونتكلم دائماً نبتعد عن موضوع التنظير نتكلم بفل الواقع طيب مستحيل أنه يوجد طفل أكثر من ست سنوات إلى ثمان سنوات لا يمتلك كاتف ذكي لماذا أنا أحددت ست سنوات؟ لأنه عندنا مرحلة التعليم عن بعد فلما صار التعليم عن بعد إذا أمتلك الطفل جهاز ذكي هذا طبعاً حجة الآباء اللي يقول أنا ما كنت أعطيه لكن أجبرت عن طريق التعليم عن بعد دعنا نقول من ست سنوات وفوق نقول تربوياً هي ما في عمر أو دراسة محددة أن نقول من عمر كذا لعمر كذا لكن أخي ذات زي ما يقولون بالاستقرار والتجارب والأبحاث التربوية فقالوا أنه من عمر سنتين إلى أربع سنوات يعطى ساعة في اليوم ساعة في اليوم إما تكون ويفضل أن تكون ساعة مختلفة مع التأكيد على موضوع المحتوى خلال هذه الساعة لازم يركز على محتوى يعني ما هو لازم يكون محتوى مفيد أو محتوى هادف لكن على الأقل أن لا يكون محتوى هادف إذا من سنتين إلى أربع سنوات يفضل أن يعطى ساعة في اليوم من عمر خمس سنوات إلى عشر سنوات يعطى من ساعتين إلى أربع ساعات كمعدل أعلى من عمر 11 إلى 15 يعطى أربع إلى خمس ساعات في اليوم أكثر من خمسة عشر سنة يسمح باستخدام الجهاز أكثر من خمس ساعات في اليوم طبعاً ربطت هذه التجارب بموضوع أن الطفل يستخدم الجوال في الأبحاث وفي التعليم لو سحبنا التعليم لو سحبنا التعليم أكيد تقل هذه النسبة أعتقد أن المشاهد الذكي لاحظ أننا بدأنا من عمر سنتين إلى أربع سنوات طيب السؤال أقل من سنتين أقل من سنتين يحرم تربوياً ونفسياً أن يعطى الطفل جهاز ذكي أقل من سنتين أما موضوع التحريم تربوياً ونفسياً سأتركه بعد أن معنا المداخلة أي نعم بعد المداخلة حفظك الله لأن لي في ذلك أيضاً رأي ومعي آخرون كذلك في هذا الاتجاه الحقيقة وأنا أتمنى أن نسمع من أين هذه الدراسة لأنه إذا كانت القضية الامتلاك فرق بينه وبين أن يكون بين يدي الوالدين معنا الأستاذ الكريم خالد محمد الأسمري المدرم المستشار الأسري مرحباً بكم أستاذ خالد حياكم الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً بكم أيها المستشارون المباركون ضيفنا وأنتم تابعون لجمعية الوئام للرعاية الأسرية سعادة بكم وبالجمعية حفظكم الله خافظك الله برحمة الله أهلاً وسهلاً أهلاً وسهلاً ويا مرحباً تفضل بما لديك حول موضوعنا الساخن أثر الأجهزة الذكية على الأطفال وسيسخم بعد قليل حينما يكونوا بيني وبين صاحبي الحلقة من المصارعة بإذن الله تفضل يا شيخ بإذن الله أولاً شكراً لك دكتور خالد يا مرحباً لك في الاختضافة والبرنامجك الرائع جداً وسستربوية ولضيفك الكريم الأستاذ يوسف الدمشي والمشاهدين الكرام حياك الله يا سيد أخاني السؤال اللي كان موجه هل العجهزة الذكية تشكله خطراً حقيقياً على الأطفال ولعلكم قبل قليل كنت تتجيلون حول هذا الموضوع والأمر الزمني صحيح لإستخدام هذه الأجهزة تخيلوا معي أن بيل جيت صاحب العملاق التكنولوجي في إحدى المقابلات يقول لم أسمح لأبنائي باستخدام الهاتف قبل 14 عاماً وهو صاحب يعني يعني مال في هذا الجانب يعني يحرك لما يراه من أثر طبعاً على حياتهم الطبيعية هو أي شيء يدخل في حياته الطفل يؤثر فيها مهما تكون جميل خاصة إذا لم تكن منضبطة جميل أنا فرحت بكلام بالقدس سامي دكتور أنا فرحت برأيي بالقدس يا شيخ هذا صاحب يعني ممكن نقول أنه مستفيد لو وضع هذه التكنولوجيا بين يدي الآخرين أحسنت أحسنت لكن مناهى عنه هوت شخصياً جميل الخطورة تم تمثل خطورة في ماذا؟ التشكيل لدى الطفل في العمر المبكر يؤثر فيه هذا التدخل للأسف من التقنية سرعة القابلية والتشكيل نعم صحيح لأنني لمست ذلك دكتور والكلام أيضاً مع الأستاذ يوسف لمست ذلك في حملة أقامتها جمعية ويام قبل سنوات بمباركة كريمة من سمو الأمير تحت عقول خارج التغطية معظم الاستشارات التي تمر علينا في هذه الحملة ماذا أفعل ما ابني في توحده مع الأجهزة؟ يعني تخيل معي حادثة فقط لطالب متفوق في مرحلة ثانوية يقول الأب أنا 24 ساعة في الوكند أو في الإجازة أجعله حراً في هذه الساعات الـ 24 نعم المسؤولية من هذا؟ إذن أسرة لأن الباحثون يأكدون أن استخدامها بشكل مفرط يؤدي للأسف إلى الطرابات في العلاقات الأسرية جميل غير ذلك رح يؤدي أيضاً للأبناء إلى هشاشة الشخصيات للأسف يفقدون كثير من الثقة لماذا؟ لأنها تزيد المساحة بينه وبين واقع للأسف وبينه حتى وبين علاقته مع أخوانه ومع من يقابله من أطفال في نفس عمره لذلك للأسف تصنع من أطفالنا أشخاص العزاليين أحياناً يكتسبون عنف أحياناً يكون هناك انفتاح للأسف لا يخضع للسيطرة ولا للتوجيه ولذلك الدراسات أبا نواف الدراسات ذكرت بأنها يعني هي عكس ما سميت عليه يعني هي وسائل التواصل الاجتماعي حقيقة الأمر في جانب ما يتعلق بالتماسك الأسري والعلاقات التواصلية المطلوبة هي كسرت هذه القضية لم تعد تواصلاً أسرياً أصبحت مشتتة أسرياً صحيح نعم فضل الشيخ لذلك اللي يدعم هذا يا دكتور دراسة ألمانية أيضاً أجريت على الأطفال ما بين عام 2011 و2016 أوضحت أن استخدام هذه الأجهزة أدت إلى نشاط مبالغ فيه لدى الأطفال أيضاً إصابتهم باللا مبالغ لذلك بعض الأشخاص ممكن يصاب فرد حركة وتشتت انتباه غير الأضرار الصحية للأسف التي تحدث لدى الأطفال لأن حياناً يحدث هناك صعوبة بينه في التعامل مع الأطراف الآخرين الأقران بالذات يصبح هناك تباعد فيما بينهم للأسف ومن النماء الصحي لأي طفل أن ينشأ بين أقرانه وأن يكون هناك احتكاك هناك احتكاك جسدي هناك تواصل لفظي ما بين هؤلاء للأسف هذا يفقدها عندما يتوحد مع هذه التقنية أضف إلى ذلك قد يدخل من خلال هذه التقنية مؤثرات أخرى تؤثر على هذا الطفل حتى في بعض الأفكار للأسف لكن رأيي الشخصي في مثل هذا الأمر هو الأداة موجودة كيف نستطيع أن نوظف هذه الأداة بما يعود على أبنائنا بالنفع وتحت المتابعة المقننة الصارمة هل نستطيع ذلك؟ إن استطعنا ذلك فقد نوظف هذه التقنية بالشكل الصحيح لأنها الآن ضرورة عند كل شخص لدينا جميل شكرا لك أستاذ خالد شكرا جزيلا على هذه المشاركة وشكرا لأخوة في جمعية ويآن شكرا لكم على تحت هذه الفرصة كان معنا أستاذ خالد الأسمر المدرب والمستشار وسير الله يحييك أخي الكريم فإذا كان لك من تعليق حفظك الله شكرا لأستاذ خالد على هذه المداخلة الثرية طبعا تصبوا نفس المكان لكن خلينا فيما يتعلق متى يعطى الحقيقة يا شيخ خالد أنا أنا أريد أن هذه الدراسات التي ذكرتها مبنية على ماذا يعني ما عليش بمؤاخذة نحن دعنا أيضا نتحاور ونتناقش يعني هنا أنا يعني القضية الأساسية هو حينما نضع حقيقة بين يدي أسرنا توجيهات قد تكون القضية تحتاج إلى حقيقة جانبا من التحرير صحيح يعني في فرق بين أن يكون الجهاز يملكه الطفل وبين الجهاز لا الجهاز تحت إشراف الوالدين وأيضا يعرفون بالضبط ويتابعهم متابعة وكذلك جهازهم هم أو جهاز آخر لك ليس مشبوكا في النت وإنما موضوع فيه مواد إلى آخره وهذه من البدائل المهمة والسؤال متى يكون بين يديه جهاز له جهاز له أنا أعرف في قضية التعريب عن بعد هو أما أجهزة الوالدين وإما جهاز عرف كيف هو مربوط بتحكم من قبل الوالدين وليستطيع الطفل أن يدخل هنا وهناك لأن الطفل عنده سرعة القابلية والتشكيل كما ذكر رسالة خالد وعنده قوة المحاكات والتقليد الحقيقة وما يتعلق بهذا فأنا ما أدري معنى شوية تؤخذني يعني أنا يعني ما ودي أقطع حبلة أو أفكارك لكن أنا أثير حتى نسمع يعني قضية لما نعطي الساعة والخمس ساعات والعشر ساعات يعني هذا الحقيقة لما نجده فيه مقابل من يرى وأنا من هؤلاء الذين يروا العلم ترى لسته يعني في هذا أنا يعني أقل من شاء من غيري لكن عدد من الفطاح لها الذي يعني مختصين بالجانب التقني مختصين بالجانب التربوي يعني من أمثال أبديزي الحمادي من أمثال مصطفى أبو السعد إلى آخره يصرونها إلى أكثر حتى من بيل جيتس يعني يصرونها إلى يعني بعضهم إلى إلى السن الثلاثة ثلاثة عشر يعني إلى المراهقة وبعضهم يصرها إلى السن السبعة عشر والست عشر أو مشابه ذلك يعني في الأخير يعني يرون بأنه كلما استطعت التأخير كلما كان هذا هو الأولى كان هو الأولى يعني في فرق بين أن يكون هذا هو التوجيه وأن يكون أستاذي الكريم ماذا؟ أن يكون هناك أسرة الولد من همك فأنا أريد أن أقلل من هذا الهماك هذا علاج هذا يكون علاج لكن كتوجيه يعني يمكن لأبنائنا هذه النقطة التي أريد أن نتناقش فيها نتحاور فيه عذرني على هذه القضية لأنها أمانة أن نتحدث فيها نعم طيب بس أنا كان أريد أن ينطلق الكلام من سؤال أنت دكتور خالد تقصد أنه قبل سنتين يعطى أو لا يعطى؟ لا أنا أتكلم عن الطفل عموما أنا أتكلم طبعا الآن هناك نقطة مهمة لما ذكر زميلنا وأستاذنا الأستاذ خالد الأسمري لما ذكر عن الدراسة التي تكلمت من 2011 إلى 2016 لاحظ أن هذه الدراسة كانت قبل موضوع التعليم عن بعد نحن الآن نتكلم يعني أنا ودي أكون مع العلم أنه أنا أميل أميل إلى أن الأجهزة الذكية فيها فواد فيها؟ فيها فواد وأنا شخصي على المستوى الشخصي أمكن أطفالي من مراحل متقدمة حتى يكونون على وعي تام لكن النقطة الأساسية التي نتكلم فيها أنه لازم إذا عطيته سواء عمر سنتين عمر 15 سنة عمر 18 سنة حتى له 18 سنة موضوع بيأتي معنا الآن الوصاية التربوية موضوع المراقبة موضوع ماذا يتابع؟ من يتابع؟ هل طفلي بدأت تتغير سلوكياته؟ هذه النقطة مهمة لكن بالنسبة لنحن القاعدة التربوية ننطلق أنا وأنت منها اللي هي قاعدة تقول كلما استطعنا تأخير استمتلاك الطفل لجهاز ذلك فهذا هو الأفضل لكن لا ننسى أيضا أنه البداء التقنية البداء التقنية فيها فواد عظيمة يعني البداء التقنية أنا أنا أشوف يعني خلينا ناخذ الجزء الثالث لأنني أنا 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 لا أوافق فقط على الأفضل يعني الأفضل بشكل عام لكنه بالنسبة الكلمة اللي ذكرتها في التحريم التربوي والنفسي أنا أراه لو أخدت هذه اللفظة واقتبستها منك فأنا أرى مرحة الطفولة كلها محرمة تربوي نفسيا في إعطاء وامتلاك الجهاز الذكي للطفل والعديد يرون هذا من أهل الاختصاص قضية التعليم عن بعد أستاذي الكريم هنا قضية أصلاً جاءت فارضة ولا يزمنها الامتلاك الجهاز وما يتعلق بها هو ممكن أن يكون لفترة التعليم ثم يمضي نعم هو محك محك وسيتبين هذا المحك مع عودة الناس المدارس الآن وما يرتبط بها عموماً لكن دكتور خالد عشت تكون مسألة واضحة ومحررة علمياً نتكلم نحن الآن نتكلم كواقع أنا كأب أو أنت كأب أبودك أن ولدك لا يمتلك الهاتف الذكي إلا بعد 18 سنة وبعد 20 سنة لكن نقول الآن أصبحت واقع يعني في نقطة مهمة أنت تكلم عن ناس اللي يمتلكون لكن لو جاك واحد لا يمتلك وقال لك تنصحه ما شو تقول له أنا شو أقول له أقول له بناءً على المجتمع المحيط فيك أيضاً في نقطة مهمة يغفل عنها التربويين أنا شوف يعني طيب كثير من التربويين يغفل عن هذه النقطة نقطة أن الطفل يقارن نفسه بغيره يعني مثلاً أنا طفلي عمره 8 سنوات وأنا رجول تربوي ما أبغى أعطي جهاز ذكي ولا أبغى أعطيه لكن كل الناس المحيطين فيه عندهم أجهزة ذكية هذا الطفل وهذه من خلال يعني الاستشارات بدأت تجينا هذه المشاكل يقول اكتشفت أن طفلي يروح لهم عشان يستخدم أجهزتهم ويستغلون فيه أشياء أخرى يعني أحياناً المنع المنع ليس حل ممتاز لقصدي إذا كان هنا هنا علاج لحالة بمعنى إذا وفرت له الجهاز بطريقة أيضاً كما سيأتي ضابطة التي تتكلم عنها زين سيتقذ المفسدة ذلك إذا كان سيتقل هذا عين الصواب عندنا إذن ممتاز هذا ما عندك كارية في ذلك واضح فكرة في البداية احنا تكلمنا أنه هذه الآراه كلها آراه تربوية يعني هي ليست قرآن منزل في الأخير لكنها تخضع حتى المجتمع ترى الهدوء يعني مجتمعنا العربي يختلف عن المجتمع الغربي يختلف عن مجتمع أيضاً المجتمع المتعلم يختلف عن المجتمع غير المتعلم لكن المجتمع المتماسك غير المتماسك أكيد المجتمع الذي عنده قيم علية يا س Stream أنا لما يكون أولادي مؤسسين في القيم العلية أتكلم في القيم العلية قيم عالية جداً كقيمة المراقبة كقيمة مثلاً الأمانة كقيمة مثلاً احترام لذاته كقيمة قابليته للإذعان في علم النفس ما يسمى بالإذعان الشخصية المذعنة أحيانا لما تقول لك قبل شوي أنا شخصيا في بعض الأشخاص عمره ست سنوات أقول يعطى هاتف ذكي لأن هذا الطفل ذكي جدا أو قد يستغل في الحين أحيانا يكون طفل عمره 12 سنة 15 سنة لا يعطى هاتف ذكي لأنه هذا الشخصية مذعنة قد تقودها هذه يعني هي ترجع نحن لا نقدر نقول هي ليست إجابة عامة لكن جوابا على سؤالك لما يتصل شخص ويسأل بناء على شخصية الطفل بناء على المجتمع المحيط فيه بناء على الرقابة الأسرية إذا كان ستكون دراسة حالة والنظر في الوقع الحاصل للشخص نفسه وما يتعلق به من هذه المعطيات كلها أنا معك في هذا الاتجاه لكن المهم أن لا يفهم المتلقي أنه إجابة عامة أنه الطالب الطفل الذكي وكان عمره بست سنوات أنا أعطيه ترى مشكلة بعض الناس يعني مستعد أنه يكون يقتنصبت لهذه الأشياء وينظر فيها ولذلك التفصيل حتى عند أهل العلم يا شيخ حتى عندها الاختصاص لما يأتون في التفصيل يكون هو ترى الذي هو أدعى لقضية يعني كما يقال سلامة المسير ولذلك جوابا على سؤالك كجواب علمي متى أعطي طفلي جهاز الذكي نحن تكلمنا الآن كخبرات تربوية أو تجارة جميل لكن جواب دقيق وجواب علمي وجواب لكل شخص يسمعنا الآن أعطي طفل للهاتف الذكي بناء على استشارة بناء على دراسة حالة لطفلي أحيانا في البيت الواحد يعطى طفل وطفل لا يعطى مع اللفظ اللي قلتها الجميلة أنه كلما كان بالإمكان التأجيل كلما كان أفضل يعني أنا أذكر عبارة جاءتنا وهي عبارة ليبكي قبل أن تبكي عليه فجاءتني في الواتساب وأرسلتها بالبرودكاست وهي كان طفل يبكي وهناك يعني جهازا ذكيا وموضوع عليها إكس لكن من باب الأمانة كل حسب بحثي أنا بحثت هذا الموضوع ما وجدت تربوي متخصص يعني يعطى يعطى الهاتف للطفل سواء امتلاك أو استخدام قبل سنتين هذا قطعا يعني قولا وحيانا ما شيء علي تحال هو موضوع السنتين هذه لو أخذها صارت مثل لعبة مثل العاب لك مشكلة فيما هو النضج الذي يحصل بعد ذلك صحيح علي تحال نرجع إلى قضية القصة فأرسلتها يا شيخ اتصل بي أحد الأقارب فقال والله كنا مختلفين أنا وزوجتي الابن يصيح لأنه كل الموجود الموجودين اللي معه يبكون ونحن متفقون على أن لا نعطي الطفل جهازا قرار عندنا لكن بدأنا نتعاطف ونليم مع ابننا يقول فلما جاءت رسالتك اللي أنا أخذتها من غيري يقول فرجعنا إلى اتفاقنا قلت ماذا حصل لطف على ذلك قال بك بشكل بصير ثم بعد لك انتهى القضية فقضية الحفاظ على المبدأ يعني قضية مهمة أخي الكريم طيب أنا أريد أن ننتقل للي بعده مع تقديري لما ذكرته والحمد لله نحن نريد أن نتحاول حتى لو اختلفنا أخي أستاذ يوسف وإن شاء الله نتفق على ما هي الأساسيات المهمة جدا مثل ما تفضلت في القيم الدراسة الحالة الوضع الموجود وقضية المحافظة على الأطفال عموما وحمايتهم كما سيأتي معنا أزاك الله خير بعد قليل هل تشعر بالقلق على طفلك هذا كان سؤال تفاعلي له علاقة إن شاء الله بالنقطة التالية صحيح ممكن نسمع نشوف الدراسة هذه أو السؤال التفاعلي وبعد ذلك نسمع تاريقك بعد الفاصل بإذن الله عز وجل هل تشعر بالقلق على طفلك لوجود جهاز ذكي معه لأن أنا ليس شدني هذا السؤال الآن لأنه ما يرتبط بقضية تقول استشارات كثيرة صحيح وما سيأتي معنا في قضية كيف نستطيع أن نخفف من هذا القلق من خلال كما سيأتي معنا في التقنين وما يرتبط بذلك صحيح اللي نشاركها المرة هذه ستمائة واربعة عشر صوتا نعم كثيرا تسعة وسبعين بالمئة يا شيخ هذول إيش صحيح بالقلق الشديد بالقلق الشديد الشديد نعم 13% أحيانا 6% لا 2% نسمع تاريقك بعد الفاصل أيها الإخوة فاصل ونواصل كونوا معنا سباق رهيب بين وسائل التواصل الحديثة ويبقى الهاتف الجوال الميدان الرئيسي لتلك السباقات والقفزات والتطورات فهو رفيق الوحدة وأداة الإنقاذ والنجدة وهو رسول ينقل الأفكار ويوصل المشاعر ويطفئ ضمأ الأم لسماع صوت ولدها المغترب يصل الإنسان به رحمة ويقضي من خلاله حاجته ومهما استحدثت من مخترعات أو استجد من مبتكرات فإن للشريعة الإسلامية بشمولها وصلاحيتها لكل زمان ومكان أحكاما وآدابا وضوابط تكفل للمسلم استخدام تلك المخترعات بما يحقق الانتفاع بها دون إيذاء للنفس أو الآخرين فمن أهم تلك الآداب فيما يتعلق بالجوال مراعاة أحوال الناس واختيار الأوقات المناسبة وتجنب أوقات الصلاة والنوم الاقتصاد في المكالمات وترك التحدث بلا حاجة والخوض فيما لا يعني لا يجوز تسجيل المكالمات أو وضع الجوال على مكبر الصوت بحضرة الآخرين دون علم المتحدث لا يجوز التجسس على هواتف الآخرين أو فحصها والاطلاع على رسائلهم دون رضاهم فإن ذلك من الخيانة التثبت من مضمون الرسائل وصحتها قبل نشرها والترويج لها التثبت من الاتصال الخاطئ فكم من اتصال أو رسالة أثارت شكوكا وحطمت بيوتها الحذر من استعمال التصوير في تتبع عورات المسلمين وإيذائهم الحذر من أن يكون جوالك مصدرا أو معبرا لمعاكسات هابطة أو كلمات بذيئة ونكات سخيفة أو صور فاضحة أو نغمات لأغاني محرمة لما في ذلك من معصية الله وأذى عباده ينبغي إغلاق الجوال عند دخول المسجد لألا يشوش على المصلين ويقطع عليهم خشوعهم توقير كلام الله تعالى يقتضي ألا يجعل مجرد وسيلة تنبيه للمكالمات تجنب استعمال الجوال في مجالس العلم والمحاضرات لأنه يقطع الفائدة على المتعلمين ويؤذي المعلم أو المحاضر مرحبا بكم أيها الأخوة والأخوات وعودا مع هذا الموضوع المثير أثر الأجهزة الذكية على الأطفال مع حبيبنا الأستاذ يوسف الدهمشي أستاذنا كريم كنا مع الدراسة مع الاستبان أعافنا السؤال التفاعل الثالث والعلم منها ننطلق تعليقك عليها إلى قضية كيف يتم التقنين وما يتعلق بها الدراسة كما قلنا رجعت 79 مليا نعم كثيرا الذي في القلق ونعم 13 مليا ثم 6 ثم 2 يعني وهذا القلق واضح جدا هو الأعلى وشديد جدا أي نعم فأيذن لو نخوض في قضية يعني كيف نستطيع أن نقذل هذا القلق وكيف نستطيع أننا نساعد الأسر على تقنين استخدام الأجهزة الذكية وتوجيه الأطفال نحو الاستخدام الآمن لها دعني نطلق من إجابة على سؤالك في أني أنا ما شاركت بالاستبيان هذا أنا شخصيا ما شاركت لكن لو شاركت بحث معهم كثيرا أنا شخصيا أقلق بشدة على أطفالي لوجودها مع أن عندك ممارسات في التقنين وعندك رأي وعندك تخل اهتمام مع العلم أنه عندي تطبيقات تربوية في مسألة التقنين لكن في الحقيقة هو كأنك تعطي الطفل سلاح هو لا يعرف كيف يستخدم لكن هناك نقطة مهمة بيأتي معنا هل الأجهزة الذكية أيضا فوائد حتى لا نكون متطرفين بجهة السلبيات لا فيها إيجابيات كثيرة جدا لكن بالطبع الأباء يقلقون ويخافون طيب ليش الأباء يقلقون ويخافون من الهواتف الذكية أولا للمشاكل دعنا نبدأها واحدة وحدة دعنا نبدأ من الأعلى إلى الأقل وأن كانت كلها مهمة أول حاجة وهي أخطر حاجة تأثير هذه الأجهزة على معتقدات الطفل أطفالنا بدأوا يعني يدينون بمعتقدات وليست مصطلح يدينون يعني يؤمنون بهذا الشي لكن صارت عندهم ألفاظ صارت عندهم بعض الاعتقادات التي تخالف شريعتنا الإسلامية النقطة الثانية هذه الأجهزة الذكية وما تحويه خصوصا في زاوية الألعاب أنا أتكلم في زاوية الألعاب ما تحويه أيضا ثقافة الجنسية المتعلقة بالألعاب بس نبدأ خطوة خطوة أول حاجة للمعتقدات اثنين القيم هدم القيم يعني حنا نشوف مثلا أنا شخصيا شفت بعض المقاطع بعض المقاطع وأنا يعني أبحث هذا الموضوع وأشوف بعض المقاطع وتأثيرات السلبية على الأطفال شفت بعض المقاطع في مسألة على موضوع القيم من يسوي مقالب في أبوه أمه أعوذ بالله طبعا هذا هو يأخذ من باب الضحك ومن باب المزح وأنيانة وأبوه علاقتنا جيدة لكن هذه فيها هدم لقيمة كبيرة السن شفنا بعض المشاهير مثل ما يقولون أحيانا يطلع أبوه أو أمه في منظر ممكن يرقص ممكن يكون في لبس غير جيد فهذه القيم إذن معتقدات قيم ثلاثة والله جريما لما يراها الطفل يس يا لطيف بعض التحرشات الجنسية وبعض انحرافات الجنسية أنا أتكلم من واقع تجربة شخصية في مجال الاستشارات من أكثر القضايا التربوية اللي يجينا في الأجزة الذكية هي التحرشات الجنسية يجينا في المعتقدات يجينا في القيم يجينا في أشياء لكن يجينا في موضوع التحرشات الجنسية ماذا تقصد حرشات الجنسية من خلال وسائل التواصل أو أجزة الذكية أنا بكون أكثر صراحة لأننا مؤتمانين على ما يصلنا من قضايا خصوصا ألعاب الفيديو أو الجيم بشكل عام خصوصا الألعاب اللي فيها شحن أو فيها اشتراك كثير من الأباء والأمهات يقول لقينا أن الولد أو البنت نمارس مع شخص طبعا عن بعد أو حتى يصل لمرحلة أحيانا الممارسة الفعلية في مقابلة هذا الشخص مشكلتهم الأساسية أو اللقوها اللقوها في مسألة أنه أنا أشحلك مقابل أنا أعطيك لعبة مقابل أنا أعطيك شدات طبعا أنا مصطلحاتهم هذه كلها معروفة أصبعت عندنا أنا أعطيك شدات بمقابل نحن نتخلم عن أطفال بمرحلة ابتدائية مثلا بعض تركي لي ما بعد المرحلة ابتدائية يعني خلينها في المبتدائية أنا أكلم حتى الناس لا ينصر في ذهنهم إلى قضية مثلا متوسط لا لا أنا أكلمك الآن أنا أطفال عمرهم ست سنوات يتعرضون للتحرش الجنسي عبر الهواتف الذكية وهو يتفاعل مع ذلك وعلى فكرة وهذه صرخة حتى على مستوى العالم على مستوى العالم أنه أصلا لم يبلغ ومع ذلك يحصل هذا الأمر معناها خطورة كبيرة وأنت رفعلا أنت يعني أنت عقبت بتعقيب جميع صراحة يا دكتور خالد نحن مثلا ما نتكلم عن أطفال عمرهم 16-18 سنة نقول أطفال عمرهم 6 سنوات يتعرض إلى إيحاءات جنسية أو ألفاظ جنسية أو مقاطع جنسية أو حتى بعض الأفعال الجنسية تسمح لي يا شيخ أنا أصلا يعني ليست مقتنعا بعد الثاني عشر أنه يسمى طفلا لا من ناحية الشرعية عند البلوغ ولا حتى في تقسيمات علم النفس النمو في كتب علم النفس النمو كاملة طيب يصنفون المرحلة الطفولة المتأخرة تنتهي في السن الثاني عشر ثم تبدأ مرحلة المراحقة وهذه قضية مهمة جدا لأنه لماذا نحن نؤكد عليه حتى لا ينصر في الذهن لما يقول أستاذ خالد الطفل ويكون فيه التحرش الجنسية يتصور طالب في الثانوية ويدخله في مرحلته في مرحلة الطفولة أنا أقول لك ومن باب الأمانة ممتاز ما نراه يعني في بعض وطبعا يوجد منهم أفضل مننا في المجال هذا نجد أطفال عمره ست سنوات ثمان سنوات عايشة صنوات عرضة تحرش الجنسية لذلك يقلقون الأباء أيضا النقطة المهمة في مسألة العنف تعليم الطفل العنف يعني الطفل يبدأ بعد ما يتعلم بعض الألعاب خصوة العنفة التي فيها ضرب والتي فيها إيذا والتي فيها أيضا بعض يعني ظهرت مصطلحات الآن تخيل لما يكلمك شخص في الاستشارات طبعا أنا حاول أكرر موضوع استشارات ليش أنا أكرر موضوع استشارات حتى أوحي للمستمع أنه هذه القضايا في مجتمعنا أنا أنا قاعدة أجيب قصص لبقى واقعية إيه سواء في الاستشارات تصلنا إحنا أو ما يدار حول التربويين ما نكلم عنهم ما نسمع عنهم تخيل أنه يعني يقول أنه جاني ولدي أو بنتي عمره ست سنوات وهذه أحد القضايا اللي أنا وقفت عليه ست سنوات يقول لي بابا أنا أريد أن تحل لا يطيف طيب من وين عرف مصطلح الانتحار بعيدا عن كون هيفعل أو لا يفعل لما يرى لأنه يرى أيضا الأباء يقلقون لأنه الهواتف الذكية أصبحت تسبب علاقة طردي عكسية في مسألة أنه كل ما زاد أو طردي كل ما زاد استخدام الهواتف الذكي كل ما قل المستوى التعليمي للطفل إذن حتى في المدارس الآن أصبحت ظاهرة تربوية موضوع انخفاض المستوى التعليمي للطلال طبعا لأمور كثيرة يعزى أحد هذه العوامل هو إدمان الهواتف الذكية طيب أنا أخشى أننا أيضا الوقت يمضي فينا وهذه نقاط مهمة وإن كان ودنا نسمع في الجوانب الفوائد لكن ما زال عندنا قضية اللي هو التقنين يا شيخ دعني أخذ آخر سؤال تفاعد الرابع حفظك الله إذا تأذلي لأن وقتنا ترى ضيق هل وضعت لطفلك شروطا وقواعد الاستخدام الجهاز الذكي قبل إعطائه عندنا 351 صوتاني سيد يوسف صحيح تتوقع نعم ولا أكثر في ظنك والله شوف من خلال الواقع أنا شوف أنه يمكن أقل من هذه النسبة نعم 77% تقريبا ولا 30% نعم 70% وهذا الشيء حكيت أنا أعتبره مبشر في من هم يعني وضعوا الأجهزة الأجهزة تحت يد الأطفال بغض النظر عن الرأي التي ذكرناها من قبل صحيح لكن دعنا نخوض في هذه النقطة إذا كان بالإمكان اللي هي نقطة يا شيخ التقنين صحيح تقنين يعني دعنا نتكلم بغض النظر عن التوجه الصحيح وما يتعلق بامتلاك الطفل يعني ماذا يقول السيد خالد في هذا من خلال تجاربه ومن خلال استشاراته وما هو يراه مهما لتوجيه الأسرة في هذا الجانب أول أمر أول أمر إحنا نعرف أنه من أقوى من أقوى استراتيجيات التربية هي القدوة من أقوى استراتيجيات التربية إذا كان الأب والأم يجلسون على الجوال فترات طويلة الطفل سيحاكي هذا الأسلوب أحيانا حتى بعض الأبا والأمات يقول لما تكلم مع أولدي أنت تكلم عن وصايا يا شيخ أي لا التقنين 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 أول حاجة لازم أن أطبق على نفسي أنا طيب لأنه بعض الأبا والأمات يقول تخيل أن أولدي لما قلت له قال لي أنت تستخدم الجوال على فترة طويلة إذن هذه النقطة مهمة وهي مسألة ويستراتيجي عام ما لدي القدوة أيضا وجود قواعد في البيت وهذه القواعد مشكلتنا حينما مع كلمة صالمة أنا ما أقول صالمة لأنه دائما كلمة صالمة يعتقد فيها الضرب لأخير نقول وجود قواعد لا يسنع باتجاوزها يعني مثلا لا جوال في غرفة النوم مثلا هذه من القواعد ألف با تعامل معجزة الذكية لا جوال في غرفة النوم لي سببين أول حاجة حتى ما يغرق على نفس الباب ويمارس أشياء ما يراها الأبو الأم أيضا نقطة ثانية حتى لا يحدث عنده وهذه أيضا ظاهرة صحية وإن كنت أنا ماني مختصف في المجال الصحي لكن حسب ما سمعت أنه الآن انتشر موضوع اضطرابات النوم يقال أنه 30% من الأطفال الذين يستخدمون الجوال يستخدمون قبل النوم ولذلك يسبب اضطرابات أثناء ما قبل النوم إذن وجود قواعد القواعد مثلا واحد لا جوال في غرفة النوم اثنين يجب أن يستخدم الجوال في مكان عام في الصالة في أماكن عامة لا يستخدم في أماكن خاصة ثلاثة عدم إدخال الهاتف إلى أعزكم الله دورات المياه أو إلى الماكن المغلقة أيضا أربعة وجود رقم سري وهذه معلومة يمكن بعض الناس يعتقدون أن يكون الجوال بدور رقم سري لا وجود رقم سري للهاتف لكن في قيد مهم يعرفه الأب وتعرفه الأم وجود رقم سري للهاتف يعرفه الأب ويعرفه الأم أيضا من القواعد الأساسية أيضا لا جوال قبل عمر سنتين على ما اتفقنا عليه وإن كان بعضهم يراها أربعة أو ستة أو ثمانية لكن جل لم يكن كل التربويوم التفقيني قبل سنتين لا يعطى الجوال أي يكن حتى الاستخدام الخفيف أيضا اللعب مع الطفل أطفال تفقدوا اللعب يعني تخيل لما تتكلم مثلا مع أطفال عمرهم عشر سنوات واثنى عشر سنة تقول له مثلا ليش أنت تستخدم الجوال فترة طويلة يقولك يا أخي ما أحد يلعب معي وأيضا صارت قاعدة عكسية بعض الأمهات اش تقول دائما تقول بسم الله على أولدي عاقل أعطيها الجوال ويجلس ما يقول شيء وكم يجلس بالجوال ساعة أو ساعتين أو ثلاثة طبعا هنا الآن نتكلم على افتراض أنه يتابع محتوى ما هو مفيد ولا هو هادم هذه من المفاهيم المضطربة عند بعض الأباء والأمهات الحقيقة أن الطفل الهادئ والولد الهادئ هو الذي خلاص يسكن وليسوي أنه إزعاج لكنه يبحر في عالم وسائل التواصل الاجتماعي والأجزة الذكية ذات اليمين ذات الشمال فيما يعني يخوض فيه مما يخوض إذا تأذل لي يا شيخ معنا بس مداخل عبر الزوم فضل ما هو جاهز طيب أكمل سادي يوسف أيضا على طالب الهادئ أيضا حتى في التعليم عندنا كان يعطونا الطالب المثالي منه الطالب الساكت وهذا غلط صحيح أحيانا أيضا حتى نقنن استخدام الهواتف الذكية قلنا لازم نلعب مع الطفل أيضا وجود برامج تربوية في البيت يعني الولد إذا ما يلعب بالجوال الذكية طرح ما عندها أي وجود برامج تربوية دلت بعض الدراسات على أن الاتجاه الذي يحصل في الغماس في قضايا الأجهزة الذكية وسائل التواصل الاجتماعي وحقيقة بعد الأباء عن الأبناء وعدم إشباع الجانب العاطفي لهم تسمح لي صلا معنا الدكتور أسامة عطى من عبر الزوم مرحبا دكتور أسامة رحمة الله بركاته أهلا وسهلا ومرحبا بك وسنعطيك 57 ثانية تفضل حفظك الله الله يحفظك أهلا كالأخي خالد رحب بك ورحب بضيفك يا مرحبا يا مرحبا أسأل الله سبحانه على أن يجعل ما تقومون بي في موزين حسنتكم يا مرحبا الله يبرك فيك كنت أتمنى طبعا أن يتدخل مهور متخصص في العظام حتى يبقى إلنا الأضرار الخاصة باستخدام مثل هذه التقنيات على الأعصاب العظام والعيون والأعصاب والجوانب النفسية كلها ترى موجودة الله يحفظك تفضل دكتور أسامة تفضل حبيبيك الله يبرك فيك لكن من أكبر النفسية والتربوية على استخدام الجوال أو الهاتف بالنسبة للأطفال هو إحداث الفجوة الواسعة وبين الأسرة وهذا بسبب اختلاف الواقع الافتراضي الذي يعيشه مع الجوال ومع الصور عن الواقع الحقيقي فهو يرى في الصور ويرى في الأفلام التي يراها يرى فيها أشخاص مختلفين في قوتهم وفي حركتهم وفي حديثهم لا يرىه في الواقع في بيته وهذا يحدث فجوة لذلك أنه ممكن يعني يميل ميول عاطفية نحو هؤلاء وفي المقابل يفقد العواطف والأحسيس مع أفراد الأسرة يكون هناك هروب افتراضي والله مشكلة سليم فضلا لأحفظك عن أحاديث التفكير عند الأطفال والناتج عن ضعف المشاركة وضعف التفكير يعني يظل فقط متلقيا ومجتمعا ولا يفكي تفاعل مع ما يرى ولذلك هذا تحدث عنه نوع تحدث عنده نوع من البلدة كما يمكن جزاك الله خير دكتور أسامة وتضعف عنده القدرات العقلية لكن بختم بقصة صغيرة وطريفة لو سريعا الله يحفظك لأنه لا يحفظك أحد الأصدق شكله من ابنه عمره سنتين تقريبا وهو جلس معهم ينظر في جهة الأركان البيت ثم يبتسم ثم يشير بأصابعه وأحيان ينظر إلى الأرض ثم يبتسم ويضحك وكذا فظن أنه يعني به مسهم للجن فلما أدركت سألته السؤال هل ابنك يعني يشاهد يستخدم الجوال قال يستخدمه بكثرة فقلت له هذه النتيجة هو يرى الصور ويرى الأشكال تخرج من الجدران وتخرج من أسف الأرض وتدخل فيه كذا وتتشكل وتطير في الهواء فهو منسجم حتى بين مع جلوسكم معه يعني لازلت الخيالات في ذهني فيبتسم وينظر فلما منعه فعلا عادت إليه طبيعته جميل وهذه يعني الله يبرك جزاك الله خير شكرا لك دكتور سامع على هذه المدخلة الطيبة كم الأخوة بقي معنا من وقت حفظكم الله طيب أربع دقائق أستاذ يوسف يعني نختم فيها التقنين ونختم فيها إشارة للفوائد مع الوصايا التربوية الله يعطيك العافية أعانك الله علينا لا بل عكس طيب أيضا من النقاط المهمة جدا في مسألة التقنين أن يكون الطفل مشارك في وضع القواعد يعني مثلا الطفل نقول له أنت تحب تستخدم الجوال في فترة الصباح أو فترة العصر أو فترة مثلا وهذا ما يسمى بتأطير العقل في علم النفس أنه أحيانا أنا أجعل الطفل يستخدم يعني مثلا في أطفال يقول لك مثلا أنا لا أحب أستخدم الجوال في فترة مثلا الظهر أو فترة العصر فيجب وهذه النقطة مهمة جدا وأثبتت فعليته أنه أنا لما أجي الطفل أبغى خليه يستخدم الجوال ساعتين فأقول له معك ساعتين أنت تختار الوقت اللي يناسبك لما أشعري بينك أنت اللي تختار الوقت هو يشعر بأنه هو اللي يفرض على نفسه بدل ما نفرض على الطفل ولذلك التربية التربية بالإقناع بالإقناع أثبتت فعليته أحيانا نحتاج أن طبعا نقول الطفل نتكلم على مراحل سنوية طويلة أيضا والله الله يخلص نفسه ولا يأخذ جواله ويرتحه من هذا الشروط هذه والتقنين كله والله شوف يا دكتور خالف أنا 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 معلش نكم النكمة بس هذا ما بلي ثارب عودة للسافة حتى نذكر الجمهور شوف إذا إذا يعني خلينا نقول إذا الأب والأم خلاص وصلوا لطريق مسدود أنا عارف أنا عارف أنا عارف ما قدرنا نرجع إلى ما ذكرتهم الظواب لا 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 إش الحل إش الحل الحل أني أنتقل يعني أنا ما قدرت حاولت أني يقنن استخدامي لأربع ساعات ما قدرت إش الحل ننتقل الآن إلى الكيف وليس الكم كيف أنه أنتقل إلى أنه ما عندي مشكلة استخدمي ست ساعات استخدمي ثم ست ساعات لكن مع التركيز على المحتوى يعني أعطيه مثلا قصة يحفظها أعطيه صورة يحفظها أحاول أني أنقل ولذلك المربي الذكي هو المربي الذي يمتلك المرونة في التربية هذا واحد اثنين الخيارات عنده متسعة متاز فأنا لما يجيني أخي جهاز آيباد ولا جهاز حتى جوال ذكي لكنه مفصول من النت وأنا أنزل فيه برامج وأنزل في هذا الانتقاط الطيب القصص أنا عنده إذن سأقول له ملكه الجوال حتى نتنبه بس لا يكون القضية يفهم منها الجانب الآخر من وجه لا 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 عشان كذا نقول أن الهواتف الذكية لا فوائد تشغيل فصية الدماغ تزيد مقدرات الطفل تعلم مهارة الاعتماد على الذات خصوصا بعض الألعاب تعلم على مهارة اتخاذ القرارات بعض الألعاب طبعا لما نقول الألعاب ليست كل الألعاب سلبية ولذلك يمكن لو كان أم الوصاية في هذا اللقاح نقول للأباء أنه حاولوا تأخرون استخدام الهاتف الذكي وانتقوا المواد الجيدة وانتقوا إلى استخدام ساعة ساعتين ثلاثة عشرة اختاروا المحتوى الجيد فره يبدو أنه فيه اتفاق يا أخي الكريم لو قلنا أنه يستخدم كجهاز ولكنه ليس مربوطا بالنت إشكالياتنا نحن وبعض الذين يقولون كما ذكرت من أسمائهم هو أنه يدخل على النت ويسبح به ذات اليمين ذات الشمال لكن لما نستدعي له المواد ونضحها بين يديه ويكون القضية منتقة حتى لو ملئ الجهاز ومواد مناسبة ذات اليمين من ألعاب ومن أشياء منتقة عندها إذن ستكون هذه القضية لا إشكال فيها عند الجميع ولذلك هذا يقول أم الوصاية انتقوا يعني إذا توردتوا والولد خلاص ما عادتوا تسيطرون عليه إذن ننتقلوا إلى مسألة الكم بدل ما قلعد الساعات أني أزيد الكيف وهو المحتوى إذن نعود إلى دور التربوي المطلوب من الولدين أن لا يكونوا بعيدين وغافلين عن أبنائهم فهذه مسؤولية مام الله سبحانه وتعالى طيب جميل بقي شيء في الوصاية بقي معنا تقريب نص دقيقة شيء تريد تقوله في الأخير معلش عذرنا والله يا أخير أنا أقول أن الأب والأم وهذه وصية تربوية تقنية يجب على الأب والأم أن يكون عندهم تحديث دائم للتقنية ما هو صحيح أنك أنت يا الأب تقول والله أنا ما أشوف ألعاب الأطفال كن مطلعاً إيش اللي يدور فيها إذا لابد من جانب الثقافة المتعلقة بالتقنية يعني مثلاً بعض الألعاب نحن ما نريد أن نسمي بعض الألعاب لما أجي مع أباء حتى مهم كبارة عمرهم أربعين ما يدور عنها خمس واربعين سنة أتكلم عن أمه والله ما أعرفها ولا عمري لكن أنا أحياناً أقول للأب لما كن ذكياً تربوياً وتقنياً يا سلام يا سلام تربوياً بأن يتثقف الثقافة التربوية صحيح وتقنياً بأنه يتعب مثل هذه القضايا حتى لو لا كان يمارسها لكن يطلع عليها حتى يعرف أو أنه يستشير التخصص التربوي وكذلك التخصص التقني نقطة أخيرة انتهينا نعم نقطة أخيرة النقطة الأخيرة أنه لو اضطريت ممكن أنا أعاقب الطفل بسحب الهاتف الذكي إذا وجدت في الهاتف الذكي شيء يهدم المعتقدات القيام والسلوكيات وهو مسألة الحرمان واستخدام في الحرمان لكي نكون هناك متزنين ما بين الثواب والعقاء يا سلام عليك وسعادة بك الله يسعدك يا ذكتب وسلس حتى اللقاء أسأل الله مبارك فيما قلته وأن ينفع بها الجميع أيها الإخوة الكارم كانت هذه الحلقة الساخنة لي حقيقة أن هذا الموضوع مثير وذججين وشجون والمسؤولية فيه ضخمة وكما أشار حبيبنا حبيبنا بأنها ذات آراء ولكن لعل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا جميعا كما كان على دعاء النبي سلم اللهم هدنا وسددنا ونسأل الله أن يصلح له الحوال ونصلح الأسر ويصلح أبناءنا جميعا يعيننا على المسؤولية اللهم آمين كان معنا في أثر استخدام الأجل الذكية على الأطفال الأستاذ يوسف الدهمشي شكرا لك أستاذ يوسف على من لقاء بيك مرة أخرى أنت الرياح تعين ابنك دائما كيما يفوز بنيل كل متاحي علمه كيف الإنطلاق وكله عون يراقب من ورائي وشاحي قل يا بني طريق مجدك واضح فاسلكه تحظى بفرصة لنجاحي أبناءنا كسفينة وشراعها يحتاج كيما